بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي تعمل تسجيل دخول تلقائي لمتصفح جوجل كوروم اول حاجة بتدخل على مصحف جوجل كوروم انا عندي ويندوز 10 64 بيت طيب هتدخل عليه ازاي؟ يا اما من علامة الويندوز هنا وتختار جوجل كوروم من هنا على طول او بتضغط على علامة السيرش دي وتكتب كوروم هنفتح جوجل كوروم وتدخل باي صيغة انت عايزها يعني باي شخص انت عايزه فتح لك الصفحة دي اول حاجة بتعملها عشان تتأكد ان دي نسخ كوروم مصبوطة بتضغط التلات نقاط اللي في اكسر يمين او اكسر يسار على حسب انت متصفح باللغة العربية والانجليزية وبعد كده بتضغط هلب وتقول له اباوت جوجل كوروم اول حاجة لازم نتأكد ان هو متحدث اخر حاجة يعني التحديث اللي موجود ده اخر حاجة لو ما قالك اوبديتينج يبقى سيبه يعمل اوبديت او تحديث عشان تبدأ تحصل على افضل نسخة من جوجل كوروم طيب لو لو قالك في التحديث نفسه في مشكلة او خطأ هتدخل على متصفح جوجل وتكتب تحميل جوجل كوروم هتختار اول واحدة وتقول له تنزيل كوروم هتبدأ تنزله على الجهاز عندك وتبدأ تحمله من اول وجديد دلوقتي احنا عايزين بقى نشوف تزبيطات اعدادات جوجل اعدادات متصفح جوجل بحيث ان يعمل لي تسجيل دخول تلقائي اعمل ايه اضغط على ثلاث نقاط برضو تاني واضغط على سيتنجز او اعدادات انا عملت اول واحدة هلب واباوت جوجل كوروم وتأكدنا ان جوجل كوروم متحدث اخر تحديث بعد كده هنخش على سيتنجز او الاعدادات ونبدأ نعمل من اول واحدة اللي هي يو اند جوجل يعني انت وجوجل هنختار يعني المزمنة وخدمات جوجل او خدمات جوجل والمزمنة اضغط عليها ضغطة وبختار تبقى متعلمة بالازرق زي مع معمولة كده تكون معمولة بالازرق دي اول حاجة هنعملها تاني حاجة هضغط بس ركزوا فيها دي بقى اقول له يعني استمر من اخر حاجة انت كنت فتحها يعني اخر حاجة انت كنت فتحها استمر فيها تمام احنا عملنا يو اند جوجل وون ستارت اوب طيب ومن سيستم هنختار ايه تكون دي معمولة تعلمة صح او باللون الازرق كونتينيو راننج باكراوند ابس وين جوجل كروم اس كولوزد يعني استمر في تشغيل البرامج في الخلفية حتى عندما يكون جوجل كوروم او متصفح جوجل كوروم مغلق دي هنحتاجها فيما بعد وبرضو دي ما فاش مشكلة انك انت تعمل عليها علامة العلامة دي اللي هي باللون الازرق تبقى شغالة اللي هي دي حاجة يعني اضافية طيب دلوقتي هنابش تشتغل بقى في الشغل ايه المظبوط اللي هو من هتضغط عليها كل ده سهل كل ده من قيمة يعني اللي انا عدد عملته طلت نقاط وسيتنج او اعدادات اللي برضو عايزي بيتكلم بيقول انا مش بترجم لا انا بترجم بعمل بلغة انجليزية وبعمل باللغة العربية وكده كده الفيديو مترجم لجميع اللغات العالم طيب بعد او الامان السرية والخصوصية او الامان والخصوصية باضغط على او ملفات الارتباط من الطرف الثالث اضغط عليها ملفات الارتباط الصرف الثالث واقول له الاو تكون متعلمة كده واهم حاجة سند دونت ترك دي اشيلها علامة اشيل العلامة دي من عليها تبقى باللون الرمادي زي ما هي مع موجودة دلوقت طيب بعد كده بقى منازل تحت كمان من نفس الخاصية الى برايفاسي انت سيكوريتي واقول له سيت سيتنجز او اعدادات الموقع اضغط عليها انزل تحت واقول له اختار هنا على طول او ملفات الارتباط الطرف الثالث اضغط عليها. واتأكد انها او السماحية. وبرضو مش موجودة او مش متعلم عليها باللون الازرق. اقول له باك. اظن كل حاجة واضحة وسهلة. انت اخليك معيها بالخطوات واحدة واحدة. لغاية الاخر خالص. لغاية ما تفهم كل شيء. بعد كده بختار او اعدادات المحتوى الاضافي. اضغط عليها. وانزل تحت. عندي بقى كزا حاجة انا هعمله. اختار ثلاثة وراء بعض. او تسجيل دخول الطرف الثالث. او التحديد التلقائي للهوية. او التحديد التلقائي. او على بيانات الجهاز. بيانات جهاز الموقع. او بيانات الموقع على الجهاز. اضغط اول واحدة اتأكد انها اللي هي دي سايت كان شو sign in prompts from identity services. اتأكد انها معمولة كده. واعمل back. ومن هنا اللي هي auto verify. اتأكد انها من معمولة auto verify. او تحديد تلقائي. واضغط back. on device site data او على بيانات الموقع على الجهاز. اتأكد انها معمولة الاو sites to save data on your device. اتأكد انها معمولة كده. تمام. وقول له back. كده اعتبر انا عملت ايه? عملت فعلت التسجيل الدخول حتى لو من طرف تالت يعني حتى يعني بالغصب ان هو يقدر يخش عليه. اقدر اعمل ايه تاني? في حاجة اسمها auto fill and passwords. كل ده من قائمة اللي انا عملتها. يعني ايه? الملء التلقائي وكلمات السر. بعد كده بختار او مدير كلمات السر الخاص بجوجل. اضغط عليه. هيفتح لي صفحة جديدة خالص. اختار او اعدادات. واتأكد موجود فيها او التسجيل الدخول التلقائي او متفعالة باللون الازرق. متعلمة برضو باللون الازرق. وهم حاجة بقى انزل تحت يعني البرامج والمواقع المرفوضة. المرفوض بقى مجيش هنا على اي حاجة اسمها جيميل او جوجل. اي حاجة فيها جوجل او جيميل بضغط علامة دي وامسحها. وقفل اقول له شايفين? علامة دي معناها اضغط عليها تتمسح على طول. اشوفها واحدة واحدة واشوف اي حاجة فيها جيميل الكلام ده او لازم تكون ممسوحة واضغط عليها بالعالمة اللي قدامها على طول وامسحها. دي يعتبر اهم حاجة واكتر حاجة انها تشتغل اه تلقائي او تخلي تسجيل دخول تلقائي لمتصفح جوجل كوروم. يعني ايه تسجيل دخول تلقائي? يعني لو انا عملت هنا قلت له مسلا يبدأ يجيب لي الباسورد تلقائي ويقدر يعمل لي تسجيل تلقائي. يعني انا مسلا عامل تسجيل دلوقتي. هاضغط هقفل وهفتح تاني جوجل كوروم. شايفين? كل حاجة فاتحة. كل حاجة فاتحها زي اخر مرة انا عاملها. يعني ما قليش اعمل تسجيل دخول معاني عامل يوتيوب استوديو. انت متخيل? يوتيوب استوديو انا فتحه. مفوض يقول لي ابدأ تاني اعمل. وفتح الموقع ده. وفتح كل حاجة تفتحت زي انا كنت فتحها. معاني كنت اقفلها باكس او هنا. وما قليش اعمل تسجيل دخول تاني. يعني هو ما قليش اصلا اعمل تسجيل دخول ولا اعمل اي حاجة تانية. بالعكس ده هو اشتغل على طول وفتح على اخر حاجة انا اعمله. عشان انا مزبط جوجل كوروم متصفح جوجل كوروم. قلنا اول حاجة هنرجع مراجعة سريعة. التلات نقاط من جوجل كوروم. ونضغط على هلب. ونقول له اباوت جوجل كوروم. ونتأكد ان هي متحدثة. بعد كده منضغط على او اعدادات. ونتأكد بقى من هنا ونضغط او المزامنة وخدمات جوجل. ونبدأ نتأكد انها انها معمولة مزبوط. وبعد كده بنعمل وبعد كده بنقول له ونقول له ونقول له ونقول له يعني يفضل شغال حتى لو انا قفلته. دي عشان كده بقولك لما انا عملته وفتحته اتفتح تاني بكل سهولة. طيب ايه تاني? في عملنا اللي هي وعملنا فيها كزا حاجة عملنا فيها وتأكد انها اللاو وشيلنا علامة الصح من ونزلنا تاني واللي في الاسفل واخترنا اعدادات الموقع او واخترنا وبرضو تأكدنا انها اللاو او السماحية و مقفولة وبعد كده عملنا باك ونزلنا ونالو او اعدادات المحتوى الاضافي ونزلنا تحت واخترنا تلات حاجات التلاتة دول اتأكد ان هم معمولين باللون الازرق او مفعلين او معمولهم سماحية وبعد كده عملنا او كلمات السر والملء التلقائي وقلنا جوجل باسورد مانجر وقلنا سيتنجز او اعدادات وقلنا اوفر تو سيف باسورد معمولة بالمتفعالة و sign in automatically او التسجيل الدخول التلقائي او الازماتيكي متفعل وبكده ونزلنا تحت وبتأكدنا او البرامج ومواقع المرفوضة مفهاش جوجل ولا جيميل عشان نحضره يعني دي كده مش محضورة وبكده عملنا كل حاجة هنقفل من هنا هنقفلها وبكده يبقى احنا خلصنا وفعلنا متصفح جوجل كروم انه هيشتغل معنا لو اي حاجة من دي ما حصلتش او في اي مشكلة او قال لك انك انت عملت اي حاجة وماشتغلتش هتعمل ايه هتدخل على على جوجل وتختار تحميل تحميل متصفح جوجل كروم او تحميل جوجل كروم هتضغط عليه هتختار اول واحدة متصفح جوجل كروم هتضغط عليه وتقول له تنزيل وبعد كده هيبدأ يحملك على طول متصفح جوجل كروم من الموقع الرسمي ليه. اللي هو جوجل دوت كوم. هيبدأ ينزل لك على الجهاز. وعملت له تنزيل. هتقول له وتبدأ تحمله من المكان اللي انت نزلته فيه. مسلا انا انا احمله في هبدأ هتلاقي في ملف اسمه ملف صغير واحد ميجا تقريبا. هتقوله وتبدأ تقوله ويبدأ يحمل لك جوجل كروم من الموقع الرسمي الخاص به بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء. عشان انت ممكن تكون منزله من برنامج من على فلاشة او من واحد صاحبك. والبرنامج مثلا قديم اللي انت منزله الخاص بالمتصفح. برنامج متصفح جوجل كروم اللي انت منزله من صاحبك ده قديم جدا. فطبعا النسخة فيها مشاكل او البرنامج نفسه فيه مشكلة. فطبعا بيجيب لك اخطاء وما بيعمل لكش تسجيل تلقائف. دي كل حاجة عرفها والله اعلى واعلم مني. فاللي عنده اي استفسار يصيبه في التعليقات. اللي عنده اي مشكلة يسيبها لي في التعليقات. وانا ان شاء الله احاول ابحث عن حل المشكلة. واجاوب انا برد على جميع التعليقات بصراحة المحترمة. برد عليها. يا رب لكم الفيديو عجبكم. اشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.